بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب وسؤال من سهيلة من فرنسا كيف أجعل قلبي هي قيلة كده بالضبط كيف أجعل قلبي يدوب حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن السؤال دوان جاي في توقيت جميل لأن احنا في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ممخصصين كل حاجة على السوشيال ميديا عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم فجي السؤال ده في وقته سهيلة وكل واحد بيسأل نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ده قديم يعني ايه قديم جاوبوا الصحابة من زمان قالوا ثلاث حاجات تساعدك على محبة النبي صلى الله عليه واحد كثرة الصلاة عليه اتنين دراسة سيرته ثلاثة زيارة مدينته الله دل حتى الكلام ماشي مع بعضه ايوه هم ثلاث حاجات فعلا يخلوا قلبك يتملي بحب النبي صلى الله عليه وسلم بس انا عايز اضيف حاجة رفع عليهم ايه الحاجة الربعة تقليده في اخلاقه صلى الله عليه وسلم امتثال اخلاقه صلى الله عليه وسلم يبقى اذا عندك اربع حاجات يساعدوك على محبة النبي صلى الله عليه واحد كثرة الصلاة عليه اصل انت كل ما بتقول اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بيمتلئ القلب بحب النبي بيتذكر القلب وبيتذكر العقل الباطن القدوة الكبيرة في في الحياة بيتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ العقل الباطن يحصل فيه مخزون لحب النبي والمعروف علميا واللي أثبته علم النفسي الإيجابي أن تصرفات الإنسان في الحياة هي نتاج اللي متخزن في عقل الباطن فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد بتخلي العقل الباطن يستجيب لمحبة النبي فهمتوا ليه؟ كثرة الصلاة عليه تؤدي لمحبة النبي اتنين دراسة سيرته إنك تقرأ سيرة نبوية أنصحك ببرنامجي على خطى الحبيب اسمع على خطى الحبيب في هذا الشهر أنصحك ببرنامجي سيرة حياة اللي بيتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرنامجين دول أنا متأكد واللي سمعوهم قالوا كده التجارب بتقول كده مش كلامي أنا إنه بيملأ القلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن في مواقف مؤثرة جدا موقف النبي في رحلة الطائف وإزاي بذى المجهود ودمية قدميه علشان يوصل الإسلام إلينا يبقى يبقى واحد كثرة الصلاة عليه اتنين دراسة سيرته تلاتة زيارة مدينته يا رب يا رب يعدنا قريبا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحشنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ادعي ادعي لأن هي دعوة أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك وذي خليك تروحي يا سهيلة تزوري النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الرابعة والأخيرة عايز قلبك يمتلئ بحب النبي قلد النبي في أخلاقه وهنا تسألني إيه أكتر خلق كان بيحبه النبي تخيل إيه أكتر خلق كان بيحبه النبي جبر الخواطر تجبر بخاطر الناس أيوة وهو كان من أكتر الصفات اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصدق والأمانة طبعا في المدينة أكتر حاجة كان بيعملها مع الناس جبر الخواطر دي ينوصفة جميلة رباعية إزاي قلبك يمتلئ حبا لرسول الله في شهر مولد رسول الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله